أهلا بكم في تونس قالت وزارة الداخلية إن وحدات أمنية اعتقلت خمسة أشخاص بشبهة ضلوعهم في عملية القتل التي استهدفت مهندسة طيران محمد أزواري في منطقة العين بمحافظة صفاقس وأفاد المتحدث باسم النيابة العامة أن الزواري تعرض لعشرين طلقة ما يؤكد نية المهاجمين في الإجهاز عليه من جانبها اتهمت كتائب القصام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان لها اتهمت المسادة الإسرائيلية باغتيال المهندس التونسي وقالت إنه أحد القادة الذين أشرفوا على مشروع طائرات الأبابيل القسامية ووصفته بأنه شهيد فلسطين وتونس والأمة العربية مراسل الجزيرة مباشر الزمير رضا البغدادي يلتقي أسرة الشهيد المهندس محمد الزهاري مباشرة من منزله في مدينة صفاقس إليك رضا نعم مرحبا بكم مشاهدينا الكرام متتبعي قناة الجزيرة مباشرة نحن متواجدون في مدينة الصفاقس جنوب تونس تحديدا في بيت الشهيد محمد الزهاري الذي وقع تصفيته قبل يومين تفاصيل هذه العملية وما حصل تحديدا علاقة محمد الزهاري بما وصفته كتاب القسام لحركة حماس بأنه شهيد هذه الحركة أيضا خصال محمد الزهاري إضافته خاصة في المجال العلمي في تونس نتعرف عليها انطلاقا من الحديث إلى زوجته ماجدة خالد الزهاري مرحبا بك سيدة ماجدة وأيضا إلى أخيها رضوان أزواري مرحبا بك سيدة رضوان أبدأ محكي سيدة ماجدة لو تعطينا فكرة موجزة عن تفاصيل ما حدث يوم الواقع السلام عليكم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أماتا بل أحيانا عند ربهم يرزقون التفاصيل نهار الحادثة دواش وقالنا وفطر وحدة الأربع لماش يجيب التحليل بالمواصفات خرج واحدة إلى الربع بالضبط ماشا الساعة الثنين إلى ربع إلى عشرة نسمع صوت ثلاثة تلقات رشاش قوين خرجت من الباب جريت أنا فكرت أنه دبوسة غاز بصلاة لا حليت الباب لقيت السيارة زوجي مكسرة من ورا مشيت حليت باب القراج لقيت زوجي بالدم وأنا النادي زوجي أنا بقول له مراد ومفتخرة كمان إنه عنده اسم تاني أهد بفتخر فيه وطل له يا مراد رد عليه رد عليه شبيك وحطت إيدي على قلبه وملابسي كله دم التليفون وطاحه في إيدي ورصاصة جاي جواته وفي قلبه وفي رصاصة هون ورصاصة برأبته ومو بعرف بين في رصاصات هل تقدتي في تلك اللحظة بأن هناك يعني من المخابرات الأجنبية من سعدت إلى تصفية زوجك؟ لا لا ما أجب بالي لا لماذا يعني؟ ما شكيت لأني ما عنده حد شي هو من خدمته إلى البيت من البيت لخدمته هل كنت تعلمين أن مثلا لزوجك يعني اتصالات بفصائل المقاومة سواء في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا يعني؟ لا لا كان كتوم كتير كتير حتى لما نعضنا وياه بالساعة بالساعتين يدب كلمة كلمتين كتوم كتير طيب أعود إليك سيدة مجدة سيدة رضوان يعني تحدثنا إلى جيران وعلى أصدقاء محمد هناك الكثير من أشاد بخصاله سواء في أخلاقه أو أيضا حتى كفاءتها العلمية خاصة فيما يتعلق بالمجال الهندسي وصناعة الطائرات دون طيار وتطويرها يعني لو تعطينا فكرة لبما عن خصال محمد أزوار هو أخلاقه طيبة ياسر يعني وقته كامل مسخر للبحث العلمي وقرايته وعنده نادي طيران يعني ما عندوش مثلا علاقات أخرى فهمته يعني وقته الكل ماشي لهذه الحكاية هذية وكان نعطيك عليه النبذة عنه هو أنه كان متفوق ياسر في دراسته وكما قالت زوجته يعني هو كان كاتوم كان حواج كما نهاكاية ما كانش يحكيها ما هو الحقيقة متعربي أما مثلا ديما يشيد بالمقاومة الفلسطينية ويشيد بخصالها وتلقاه يعني ديما يفرح كيتحقق كانتصارات أما بغير ما يبين اللي هو مثلا حسب بسمع نتوه في البيانة التلانية متاع كتاب القسام يعني ما كانش يبين اللي هو عضو إلا سيندهم يعني بأفكاره هو كان لا يقيم في تونس يعني عاد إلى تونس إلا بعد الثورة حسب ما يقال هذا هل تؤكدوننا هذا يعني وكيف خرج من تونس يعني هو خرج في التسعينات وقت أيام الجمل في حكم بن علي هرب يعني هروب تجم تقول كان مناضل أيضا في تونس صحيح كان مناضل مناضل يعني مناضل حد وحد الكلية يعني يا مقبل كان واحد ما يجي يتكلم حتى كلمة في الدين وفي مش حتى في الدين انت حتى اللي صلي يتبه كان ناشط نقابي داخل الاتحادات الطلابية في الجامعة تونسية هاي هاي الناشط طلابي هرب مشا طول على الأول بدأ يعني هرب مشا ليبيا ومن ليبيا مشا لسوريا تزوج جوش طول مشا للسودان قعد غادي كحكاية ست سنوات وبعد رجع للسوريا حتى لين جيت وقت الثورة رجع لتونس رجع لتونس على الأول عرفته ما هو شنا ويستقر هنا يعني رجع لسوريا قعد هنا ثلاثة شهور ورجع لسوريا وقت قامت هيك الأحداث الثورة السورية هو رجع تلز بشي يرجع لتونس ولا كيما قلت لك سخر وقته ودراسته وعمل نادي هذا الطيران وباش يعيش هو وباش نجم يعيش عنده فاميريا يمشي لتركيا بعد شهرين يقعد شهرين غادي كان يوعد رسالة الدكتورة وأعتقد وكان مشروع كبير هناك لإنجاز غواصة يعني دون غواصة يقع التحكم فيها عن بعد تؤكدون هذا؟ ايه صحيح صحيح نأكده لك كيف يعني لنكم تعطينا فكرة عن هذا المشروع المتطوع كيما قلت لك وهو كتوم جدا يعني أنا أخذيتها مرة من عنده المعلومة هذه يعني ما تخيلش أنه بش يوصل يعطيني معلومات أخر عليها أما حقيقة بالحق حتى أختم معك سيد رضوان أنتم كأخ هذا الشهيد وأنتم كأفراد عائلته كيف تقبلتم خاصة بيان كتاب القسام التي يعني توعدت بالرد على عملية الاختيال هذه أنا في كلمتين وقل لك أخويا ونفتخر به نفتخر به واللي عمله نفتخر به على عكس يعني بعض وسائل اللي علام يعني اللي هك يهبته في التلافذ ويبدأ ويتكلمه وكلم كما يجي ويعمل روحه فيلسوف وآخر يعني فيلسوف زمانه ويبدأ وانا ويبدأ ليلة كاملة هو يبقبق وكلم بغير ما يتأكد مرة أخرى ماذا بينا واحد كي يتكلم معلومات يركز روحه وكل شيء وبعد يتكلم مش يبدأ يتكلم في اللعبات يعني كيما النظام ساكت النظام متكلم كلمة متكلم حتى كلمة مارينة من محتى واحد يحبوا كيفاش يلطوها يعني قضية ثاور شخصي ولا حاجة كمانا كما بين يعني تخزر كنتمشي تتفرج يعني عالباب انت عالقاراج ديريكتومون بيش تقول هذي عملية بروفيسيونيل عملية يعني من متقنة جدا يعني ما تجل ما تقوم بيها كان عصابة متطورة جدا شكرا لك سيدة رضوان على كل هذه الإضاحات أعود إليك سيدة ماجدة بعد إصدار هذا البيان من كتاب القسامة التابعة لحركة حماس في غزة كيف تقبلتم أنت وزوجة هذا الشهيد هذا البيان مفتخر كتير فيه ورافع رأسي فيه ببلاد العالم الكل في أمريكا في إسرائيل في سوريا وأنا بفتخر فيه حتى في تونس رفع رأس تونس ابن بلد رفع رأسهم وأنا هذا اللي بفتخر فيه أختم معك بسؤال أخير بالنسبة لعدد التلامذة والطلبة وأيضا حتى المهندسين الذين يشاركون هذه الجمعيات خاصة فيما تعلق بالبحوث العلمية ماذا يمكن أن تقري لهم بقولهم أنه دي ما يتفكروا ويتذكروا وما ينسوا أبدا أبدا وبتمنى منهم أن يعملوا إسم له بالجمعية ويكونوا مفتخرين فيه بالنسبة للسلطات التونسية هل هناك كلمة توجهنا إلى السلطات التونسية نحب حق الزوجي طالب حق الزوجي إسرائيل دخلت على البلد وبيعلم الله على البالهم ولا ما على البالهم وأنا بفتخر وبتكلم وما لي خايفة نحب حقه واختال بلده وقدام بيته شكرا لك سيدة ماجد على هذه المداخلة مشاهدين الكرام فقط نود أن نذكر بأن السلطات الأمنية مزالت تواصل أبحاثها في تونس تتعرف على مختلف النقاط الغامضة فيما تعلق بهذه الجريمة يعني هناك إشادة كبيرة خاصة من قبل التونسيين بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أن أصدرت حركة حماس أو كتائب القسام بيانها الشهيد محمد الزواري إلى أحد كأحد يعني جنودها وكأحد المقاومين معها شكرا لكم على الوصول المتابعة وإلى موعد آخر أشكرك شكرا جزيلا مراسل الجزيرة مباشر في تونس زميلي رضا البغدالي وكان هذا اللقاء الحصري للجزيرة مباشر من داخل منزل المهندس محمد الزواوي المهندس الطيران الذي اغتالته الموساد وفقا للبيان الذي أصدرته حركة المقاومة الإسلامية حماس وأنها قالت في هذا البيان أن محمد زاوي كان يعمل معها في كتائب المقاومة الإسلامية حول تطوير مشروع طائرات الأبابيل القسامية اتهمت حماس أو كتائب القسام تحديدا الموساد الإسرائيلي في عملية الاغتيال وقالت أيضا في بيانها أنها تحية إلى شعب تونس العظيم الذي أنجب هذا القائد البطل وأكدت كتائب القسام على أن عملية اغتيال القائد الشهيد محمد الزواري في تونس هي اعتداء على المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام وعلى العدو أن يعلم بأن دماء القائد الزواري لن تذهب هدرا ولن تضيع سدى وأخيرا قالت أن عملية اغتيال الشهيد الزواري تمثل ناقوس خطر لأمتنا العربية والإسلامية ودعت كتائب القسام شباب الأمة العربية الإسلامية وعلمائها إلى السير على خطى الشهيد القائد الزواري حسب ما جاء في بيان حركة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس شاهدين الكرام ما زلنا معكم في هذه النافذة وهي مستمرة بعد الفاصل يلتقيكم معي الداعية دكتور عمر عبد الكافي وحديث عن وحدة الأمة في الإسلام وضرورات الإنفاق وقت الأزمات ابقوا معنا